طيب الحقيقة أنه منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة منتدى استثنائي بكل المقاييس ويمكن ناس كتير عندها أو كان عندها تخوف من مسألة أنه المنتدى يتعمل أصلا في ظل هذه الظروف وطبعا ظروف جائحة كورونا اللي لا تخفى على أحد العالم كله كان بيقفل ومصر بتصنع عظمة في منتدى شباب العالم مسألة حتى اختيار الموضوعات اللي يتم ترحها في منتدى شباب العالم أعتقد أنه تم ترح كل المواضيع اللي تشغل عقول البشرية وعلى وجه التحديد عقول للشباب لو بنتكلم عن مستقبل ريادة الأعمال ما بعد الجائحة لو بنتكلم عن الشوح المائل لو بنتكلم عن التكنولوجيا في عالم ما بعد الجائحة وزي التكنولوجيا خدمتنا في جائحة كورونا بنتكلم عن مسألة إعادة الإعمار بنتكلم عن منصة شبابية منصة شباب البلد اللي لأول مرة حتكون موجودة في الشرق الأوسط مسألة حتى الإجراءات الاحترازية اللي تمت بالطرق التقليدية اللي احنا نعرفها وكمان بالطرق المستحدثة هنأتكلم مع حضرتكم عن تنظيم المنتدى ويمكن هذا التنظيم بدأ من شهور قبل المنتدى علشان نوصل للنجاح اللي احنا شايفينه النهاردة هنتكلم بالتفصيل مع دفتنا اللي منورانا النهاردة دكتورة هند خيري عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم ومنصق المحور السياسي بمحتوى المنتدى صباح الخير يا دكتور منورانا النهاردة صباح الخيري عليك أنا ساعدت طبعا بالشغل مع حضرتك من خلال المنتدى وشفت قد ايه المجهود اللي بيتعامل عشان نطلع بهذا الشكل اللائق أمام العالم وعايزة أسأل حضرتك عن مسألة التنظيم داخل المنتدى وحضرتك عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم عايزة أعرف دورك ايه لو نعرف الناس يعني ايه اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم أولا شكرا لحضرتك على المقدمة الجميلة دي سنان خلينا أقولك ان احنا كشباب البرنامج الرئاسي احنا عدنا تسع شهور ندرس في مجالات مختلفة كتير إدارة أزمات وإدارة مخاطر ويعني ايه قانون يعني ايه إقدار يعني ايه حتى علوم سياسية فبالتالي احنا تم تأهلنا في خلال فترة كبيرة جدا عشان نوصل لمرحلة ان احنا نبقى في اللجنة المنظمة المنتدى شباب العالم اللجنة المنظمة احنا طبعا زي ما انتوا عارفين ان البرنامج الرئاسي هو كان النواة الأساسية في بداية المؤتمرات الشبابية المحلية لحد ما وصلنا نخليها مؤتمر دولي على مستوى العالم كله فبالتالي اللجنة المنظمة دي هي تضم كافة شباب خارج البرنامج الرئاسي واحنا اللجنة الوحيدة لمنظمة لمنتدى شباب العالم ودي كانت البداية اللي خلتنا نتوصل للجنة اللجنة جواها عدة لجنة فرعية يعني فيه لجنة خاصة بالمحتوى فيه لجنة خاصة بالمتحدثين فيه لجنة خاصة بالتسكين وهكذا هي مختلفة كثيرا يعني بالنسبة لي هنا في لجنة المحتوى منصقة المحور السياسي طي العظيم انت انضمت ازاي يعني هل كل شباب البرنامج الرئاسي بيشاركوا في عملية التنظيم ايه يا فندم كل شباب البرنامج الرئاسي اللي هما من خارج البرنامج هم فقط المنظمين للحدث العالمين لكن طبيعة وجودك في لجنة معينة بيكون لها مجموعة من العوامل اه اكيد طبعا يعني هما دلوقتي مثلا اللي بيكون داخل في لجنة المحتوى بيكون ليه experience شوية بحسية بيكون هو ليه اهتمامات هو ده اللي أصدق اه بالضبط ان هو فيه بيحب يعمل الدراسات بيعمل اللي هو ال content اللي هو بيتم فيه الجلسات فهو بالتالي هو داخل بشغف وفيه مجموعة اخرى ما بتكونش اصلا لها علاقة بالابحاث لكن هي بتخشي تتعلم وبيكونوا كمان اكثر مننا معرفة فيما بعدين بالضبط يا دكتور هندو ده اللي ممكن عايزين نتكلم فيه مع حضرتك انه مسألة المنتدى الناس مش جاية تتفسح في شرم الشيخ الناس جاية تسمع وتملع قولها افكار واطروحات جديدة لمشاكلنا ويمكن يعني اتكلمت في البداية عن القضايا اللي بيتم طرحها في المنتدى ازاي بيتم اختيار هذه القضايا طبعا احنا اولا لازم بنشوف التوجه اللي احنا كنا ماشيين فيه فاحنا دلوقتي زي ما حضرتك عارفة ان طبعا قضية كورونا هي اللي كانت الشغل الحيز العالمي كله والمناطق كلها والمجتمعات كلها بتتكلم على كورونا فبالتالي كانت طبيعة المنتدى استنادي ذاتها طبيعة خاصة اولا كان رغم الادعات من الكثير من الدول ان احنا مش هنعمل المنتدى في موعده نتيجة طبعا انتشار الفيروس في غالبيت دول العالم لكن احنا عشان الحمد لله الكيادة السياسية الحالية وفقت واثرت على استمرار البناء واستمرار حياتنا الطبيعية خلاص التوازن ما بين ان احنا نشتغل خلاص ده فيروس هنعيش معاه هنحمل نفسنا كويس هنعمل اجراءات احترازية هنشوف يعني خلاص هنعمل التباعد والاجتماعي وهكذا فمش هنوقف حياتنا عشان فيروس يعني فيه دول لا تزال في حالة انغلاق تام في حالة ان هي وقفت استكمال مشروعاتها فبالتالي المنتدى السنائي دي عشان كان ليه علاقة بالوقت الظرف الحالي او الحدث العالمي اللي هو الخاص بكورونا فجي ان هو بيتكلم على جالبية القضايا فيما بعد الجائحة طيب بس فيه مجهود كبير طبعا عشان نختار بقى الموضوعات لكل تأكيد يعني احنا قلنا جائحة كورونا والعالم ما بعد جائحة كورونا فهندي تفاصيل كتير جدا مرتبطة بهذا العنوان تمام هو دلوقتي لما نتكلم مثلا هو اكيد هتكلم على الجزء الخاص بالامور السياسية لكن هو الجالبيات الاخرى في المجال الاقتصادي او الثقافي نلاقينا كلنا كل القضايا الخاصة مثلا بالسياسة بنربطها بكورونا يعني سيه مثلا في المحر السياسي كان عندنا نتكلم على القضايا اللي تهم الامن والسلم العالمي فيما بعد الجائحة دي طبعا منها تفاصيل كتير جدا لانه ببساطة العالم قبل جائحة كورونا شيء وبعد جائحة كورونا شيء اكيد طبعا اكيد وطبعا لازم نعرف التأثيرات او التدعيات اللي حصلت من كورونا على القضايا دي منها مثلا زي قضايا الارهاب وقضايا الصراعات المسلحة وقضايا المهاجرين واللاجئين والنزحين وغيرها من القضايا الاخرى في قضايا اخرى مثلا القصة بالامن المائي طبعا زي ما حضرتك ذكرتي من شوية الشح المائي ونضرة الموارد المائية مش في مصر ده في غالبية الدول الافارقة والعالم معموما فبالتالي احنا عايزين نعرف طب ازاي كورونا اثرت على الامر بتاع النضرة الماء ازاي هي كن احنا بدعنا نفكر في استجدام موارد مائية جر تقليدية من اجل ان احنا نسدن احتياجاتنا في الماء القضايا الاخيرة اللي هي كان نقشة سيد الرئيسي مبارح اللي هي القصة بتعمير او اعادة اعمار مناطق ما بعد الصراعات فبالتالي كل ده برضو لازم نربطه بكورونا ازاي اتأثرت عليه والتأثيرات اللي هي نجم عنها كورونا في مواجهة هذه القضايا عظيم طيب يا داقتر كمان عايزة اسأل حضرتك مسألة التوصيات والخروج من الجلسات بتوصيات والخروج من الورش بتوصيات ويمكن اعتقد انه دي من اهم نتاج المنتديات سواء في النسخة دي او في النسخة السابقة وبتأخذ في عين لاعتبار واحنا يعني المؤسسات الدولية واصحاب القرار بياخدوا القرارات دي بتشوفي ازاي هذا الوضع يعني بتشوفي ازاي انه الشباب يشترك في انه نخرج بالتوصيات دي ويمكن انا كنت مع حضرتك في الورشة وانا شخصيا وانا بديلي الورشة ما كانش عندي تقيل ازاي هنخرج من الشباب الموجود مسألة معقدة زي الشوح المائي ما هيش مسألة سهلة وكان عندنا سن صغير كتير موجود في الجلسة ومهتم بمسألة الشوح المائي بص حضرتك يعني هو تانا ما ذكرت الورشة هو طبعا اكيد حضرتك زي ما شفتي يعني هو منتدى الشباب العالم فمنتدى الشباب يبقى انا لازم اشوف الشباب بفكر ازاي يعني اعتقد حضرتك شفت ان انت كان داخل الورشة كان معنا اسلوبيين كان برضو بيشوفوا ازاي البرسبكتف بتاع الشباب في قضية صعبة للغاية زي موضوع ندرة الماء ازاي انا كشاب هفكر احمي حق الاجيال القادمة في استجدام الماء فبالتالي هو عشان احنا تبع يعني خلاص المنتدى الشبابي فلازم الجأ لكل ما يتعلق بالقضايا اشوف الموضوعات شايف السنة دي دكتور كان فيك جرأة في الطرح اكبر من اي سنة سابقة اه السنة دي زي ما قلت حضرتك ليه طبيعة خاصة جدا القضايا كلها كانت مميزة عن اي سنة يعني سابقة عظيم طيب انا كنت شايف فيه متحدثين تم اختيارهم بعناية في كتير من الجلسات وانا حضرت جلسة يمكن اللي كنت برضو انت موجودة فيها ما شاء الله يعني لانا انت كنت مهتمة باكتر من جلسة او بتنسائل اكتر من جلسة اللي كان فيها حسام حداد حسام حداد برضو معناية بنفس الامر او طبعا كان فيها ساد وزير المياه كان فيها طبعا وكان فيها ضيوف كتيرة وكان فيها تفاصيل اكتر يعني بخلاف ان كل ضيف من الموجودين كان بيعرض رؤيته وبيعرض تجربته لا ده احنا كان معانا كمان زوم وكان معانا رسائل جاية من دول عالمية ازاي بنقدر ننسأ كل الكلام ده يعني احنا كمان عندنا متخصصين في التكنولوجيا قادرين هما ينسأوا لان دي طبعا تفاصيل صغيرة لكن بتفرق زي ما قلت لحضرتك من شوية نظرا ان احنا المنتدى السنة دي كان يعني له طبيعة قصة جدا ومش قادرين ان احنا يعني طبعا كان عندنا تكهيله يعني بمعنى اصح ان جالبي الدول العالم كانت عايزة تيجي وتشارك معنا احنا كان معنا اكتر من 75 وفد وفود اجنبية موجودة في حضرة في المنتدى فيزيكال طب بالنسبة بقى للنومسليد اخرى الدوليين عايزين يحضروا فاحنا طبعا عشان بكلت وقتهم فلجأنا احنا للاستعمال الفيرشوال ان هو خلاص بيقعد معنا اونلاين وزي ما حضرتك شفت الجالبية الجلسات كان مفيش جالسة تقلوا منها من متحدث او اتنين او تلاتة فيرشوال ولو حتى تعذر ان هو يشارك معنا فيرشوال كان بيبعث لنا كلمة مسجلة من اجل اهتمام ان هو عايز يشارك في الحدث قديم الشركات اللي بتنظم ده الشباب يعني احنا دايما بيلي نقول ان لما يكون في افنت كبير او حدث كبير شركات هي اللي بتقوم بعملية التنظيم لا يا فندم كل ما يتعلق بالمنتدى هو الشباب اللي عمله وحتى زملائنا التقنيين هما اللي كانوا موجودين معنا هما اللي بينظمونا ازاي نخش بزوم ميتينج هما اللي كانوا بيبعثوا لينكات للمتحدثين ويعرفوا طبعا احنا كمعنا متحدثين ممكن تبقى الجلسة عندي ساعة 12 ونص هو عنده في بلده الساعة 5 صبح وعدد المتحدثين كمان عبر هذي التطبيقات كان ممكن يوصل ل 12 متحدث في جلسة واحدة او في ورشة واحدة موجودين معنا عبر التطبيقات الالكترينية المختلفة وطبعا المانجينج تايم طبعا كان كويس جدا ان احنا رغم الوقت كان قليل بس كنا بنحاول باقصى ما يمكن ان كل متحدث يقول المقترح او الجزء الخاص به لحد ما تطلع الجلسة زي ما انتوا شايفين بالشكل اللي كنا شايفين نظيم طيب اخبار تفاعل الناس ايه مع التطبيق بتاع المنتدى يعني احنا عندنا وقلنا عشان الناس اللي مش هتقدر تحضر قلنا ان فيه الفين واحد بس هما اللي هيحضروا فليقدر يشارك بيشارك من خلال هذا التطبيق يطرح اسئلة يتفاعل مع الناس في اخبار تفاعل ايه ولو نوضح للناس يا دكتور هند معلش مسألة انه استنادي الاعداد مختلفة عن اي نسخة لانه احنا بنقابل على السوشيال ميديا الناس بتبعت لنا انا كان نفسي يكون موجود في المنتدى انا بعت لكن مسألة جائحة كورونا خلتكوا تنزلوا بالعدد من 8000 و7000 ل2000 ضيف موجودين في المنتدى فمحتاجين نوضح للناس للمسألة دي لانه الناس من كتر ما هي حبة طبعا انها تكون موجودة في المنتدى وتتابع ما يحدث في المنتدى كانوا عايزين يكونوا موجودين هو اكيد مبارحة يعني سيد الرئيس يعني نفسه كل الشباب ييجوا من كل دول العالم يشاركون الحدث ده ونفسه كله رأساء الدول وكله رأساء المنظمات يبقوا موجودين معنا بس اكيد عشان الوباء العلامي او الجائحة اللي احنا فيها دي يتعذر ان احنا نفتح قوي موضوع ان يبقى معنا 8000 و7000 او احنا بنحافظ على الاجراءات الاحترازية كل حاجة ولكن ده ما يمنعش ان احنا نحافظ على الالتزام وفي نفس الوقت انا بأعرض الحدث يعني في دول اخرى لو اتعرض عليه هذا الامر ما كانتش اصلا هتعمل المنتدى او حاجة لكن احنا الحمد لله جذفنا وخاطرنا وقلنا لازم المنتدى يتعامل في الوقت المحدد والحمد لله يعني انتو شايفين سمرو من انبارح ما شاء الله وربنا معاكم ان شاء الله هانت بازن الله من ضمن الجلسات اللي كانت مهمة واحنا بنتكلم عن ما بعد الصراعات المسلحة ايه فانت عافي ما بعد الصراعات المسلحة الصراعات المسلحة في اي دولة في العالم بيتضرر منها الشعب بشكل كبير جدا بيزيد بعد جائحة كورونا كنا بنتكلم بقى ان عدد المهاجرين وعدد اللاجئين في دول كتيرة جدا بيزيد اكي معاناتهم بتزيد كمان بعد جائحة كورونا فعايزين نعرف ازاي اتكلمتوا في هذه الجلسة وتناولتوا هذا المحور باي شكل طيب هو عمتا يعني في ضوء المؤشرات القصة او تقرير للصادر من مفاوضة سيمة للشؤون اللاجئين احنا عدنا 83 مليون لاجئ على مستوى العالم طيب بالنسبة بقى للاجئين وده طبعا نتيجة الصراعات المسلحة او صراعات المختلفة عموما هنلاقي ان على الرغم من النداءات واستجاسات منظمة الصحة العالمية والامم المتحدة انها يا جماعة بطلوا ضربوا نور يا جماعة وقفوا الصراع احنا عايزين نواجه الجائحة طبعا ما كانش حد يستجيب يعتبر يعني المبادرة الوحيدة اللي تم الاستجابة لها في سي مثلا الصراع المسلح الخاص بالجانب الاسرائيل والفلسطيني هيكت مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو فعلا اللي نجح في الوساطة ما بين الطرفين ووقف التناحر والحمد لله طبعا زي ما انتم عارفين دخلنا في 500 مليون دولار عشان اعادة الاعمار ودي كانت جلسة طبعا امبرح يعني قدي ايه شوفنا فعلا يعني هو ما كانش فيه حد فلسطيني كان فيها الزميل اليمني بس هو برضو مش هنختلف كتير انه هو في الاخر في منطقة الصراع ونزع فبالتالي ده بيشرح لنا قدي ايه المعاناة اللي كانت فيها وقدي احنا لازم يكون فيه تكاتف دولي ومجتمعي ان احنا لازم الناس دي تاخد حقها طب هي هتفضل لحد امتى فيه صراع هو صراع دايما بيبقى طويل الامد لكن هيجي يوم وهنلاقي السلام هو لا بيعوم علينا صحيح تاخد حقها مننا احنا بندعمهم وبنطالب دول العالم كمان والمنظمات والمساة الدولية ان هي كمان تدعم هذه الدولة طبعا لازم يكون لهم دور فعال ومبارح يعني لو شاهدتهم برضو مدام صحر الجبير اللي هي مسؤولة عن الانرواع دي كانت ايضا بتتكلم على يعني كان بتستليزت بالسيد الرئيس ان احنا عايزين زي ما حضرتك وسيد رئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة مبارح انا كنت حضر هذه الجلسة طالب كل الجهاد بتعظيم طبعا الامدادات لمعظمة الانرواع لشان تقدر تكمل شغلها اكيد اكيد تمام طيب عايزة اروح مع حضرتك لمجابهة الفقر ويمكن سيد رئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن التجربة المصرية في مجابهة الفقر وما تم خلال السنوات السابع الماضية وبالتحديد مبادرة حياة كريمة واللي كانت نتاج لأفكار الشباب ايضا وده بيعزز الحقيقة الرؤى والاطروحات الشبابية اللي بتثمن من خلال المنتديات لما نعرف ان حياة كريمة كانت مبادرة شبابية بالاصل وما تحقق من يعني قبل مؤسسة حياة كريمة على الارض طيب خلينا اقولك على حاجة هي مبادرة حياة كريمة زي جلبية المبادرات اللي هي يعني انها تجت من سمار الشباب فخلينا نركز على الاساس ان اللي هو صاحب الفكرة وصاحب التقديم وصاحب العرض وهما اللي نزلوا في الكرة الاكثر فقرا والاكثر تهميشا هما اللي حطوا ايديهم على الكرة اللي هي الاكثر احتياجا هما اللي زي يعملوا كده الارم اللي سيد رئيس تيكير لأ دول لازم نبصلهم فبالتالي بدء هما يسعوا للتجلول جوة المجتمعات وطبعا ده هيخلينا نربط بحاجة خلينا اقولك هدير ان هو حركة زي كده لو ما كانتش تمت كانت تسمح بالتنظمات الارهابية اللي موجودة حتى والخارجين على القانون ان هما هيستجلوا عدم وصلنا للكرة الاكثر احتياجا فهتحول تزعزع الاستقرار المجتمعي في هذا الامر لان لو رجعت المحمد وهو بيتكلم على الصراعات المسلحة واستجلال حتى التنظمات الارهابية في زيادة الصراعات المسلحة من ضمن الحاجات اللي احنا نقشناها فيها فضية كورونا ان التنظمات الارهابية سعت نتيجة غياب الحكومات على مستوى العالم انها كانت خلاص واجهة كل انصرافها وتركزها انا بواجهة كورونا وثابت الكرة اللي هي او المناطق المهمشة فده خلت التنظمات الارهابية تدخل وتحاول تشكك من مصدقية اللي بتعملوا الحكومات وده اللي كان الحياة بيساعدنا وبيفرق معنا مسألة الاهتمام الصحي لما يوصل لكل الكرة والنجوع وانهم يحسوا ان مسألة الجائحة دي ما هيش يعني مرتبطة برفاهية حد او انه يقدر انه يوصل وياخد تطعيم التطعيمات كانت موجودة وصلت لكل الناس فده كانت مسألة غاية في الاهمية الحقيقة ده هو حتى التطعيم دخلوه كمان في السياسة يعني هو حتى التطعيم حاولوه السياسة ان كمان الفاكسين يعني مش مثلا خلاص ده هو فورفري للناس كلها لا ده كمان بدأت الدول تعمل حاجة زي المشروطيات السياسية طب خلاص انا هاديك التطعيم بس في حاجة تانية انداركت في مصلحة وفي النهاية ده يقع على دماغنا كلنا يعني هو يعني لو العالم كله ما اتحدش في هذه الجائحة ما كله هينضر حتى لو دولة كان نظام صحي تها يعني اقوى نظام صحي في العالم كله وموفرة لقاح كورونا لكل مواطنيها وما سمحتش بان هي تودي اللقاح لدول تانية نامية او دول تانية فقيرة فبالتأكيد هتتأثر لان العالم مفتوح على بعضه ده مما لا شك فيه على اللي طبعا خلينا اكمل لك على حاجة برضو كومنتي يعني اللي هو الامر الخاص بابردو كورونا العالم كله اكتشفنا ان هو في لحظة مفيش بنية في القانون الصح ضعيف فيها شاشة فده خلينا كلنا اللي هو ايه لا احنا لازم في كلنا نمو مع بعض عشان نعدي فيه حربة ضد الانسانية دلوقتي احنا كمان ما بقاش فيه الحروب بس هي المسلحة والعنف وكلام لا دي حرب ضد الانسانية فبدأنا كلنا لازم نتكاتف عشان نعدي من الحرب دي كلها طيب عظيم كنا بنتكلم عن الصراعات المسلحة والحقيقة كنا عايزين بقى نتكلم عن التجربة المصرية اي ممكن زي محادي قلت ان هو التسمية الدولية اسمهم لاجئين لكن هم في مصر وضعهم مختلف اكيد تماما تماما وده مش كلامنا ده كلامهم هم احنا يعني احنا حقولك ان احنا بنمش في الشارع شايفين المشروعات اللي هم بيعملوها وهم نفسهم بيقولوا كده ففكرة عرض التجربة المصرية في استضافة ضيوف مصر الموجودين تقريبا حوالي 6 مليون موجودين على ارض مصر تقدم لهم كافة الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري حتى في ظل جائحة كورونا تطعيم متوفر لهم زي ما هم متوفر لكل مواطن مصري بالزبط وعشان كده الرئيس مبارح اكد ان هو يعني اي شاب عايز يعني مش كمان ان هو لاجئ لا ده لو كمان شاب عايز ينزل يتعلم عندنا هنلاقينا منستقبله يدرس في الاكاديمية الوطنية التدريب اللي بتقدم طبعا يعني لشاب يمني اه بالضبط اللي هو يعني طب انا فين دوري في التأهيل طب انا امتى هبقى من ضمن يعني هبقى امتى هبقى نواة من قائد سياسي في المجتمع وانا مش عايش حياتي كلها كده فبالتالي برضو دي من ضمن الحاجات الاساسية ان احنا لازم نبص لها اللي هو البرامج التدريبية للشباب عموما اما قضية اللاجئين هو اللاجئ في بلدي هنا انا مش بحسه لاجئ يعني انا ليا زملاء عايشين هنا يعني ويمنيين برضو فخلاص مستقرين هنا وعايشين هنا ومدارس اولادهم هنا بيقولي لي احنا خلاص احنا احنا مصريين مفيش فرق بين المصري وبين اللاجئ يعني بنحاول باقصى ما يمكن ان هو نوفر سبل الدعم للاجئ والنازح لان للتوقيت ده احنا لازم نفتح الاعضاء صحيح ده انا عايز اقولك على حقا كمان وانت بتتكلمي بقى عن زمالك انا كمان ليه اصدقائي كانوا من جنسيات مختلفة عراقيين ويمنيين وخلافه كانوا موجودين هنا في مصر وبعدين كنا شغالين مع بعض الفترة من الفترات ودلوقتي سافروا شغالين في دول اوروبية وفي امريكا وكده عارف اجهزاتهم فين؟ اجهزاتهم في مصر يعني خلاص بلدهم التاني يعني هم برضو بيعتبروا بيعتبروا ان بلدهم التاني ان هو بيرتح في المكان ده مصر يعني لو لو راح اي دولة تانية برضو هيرجع على مصر لان هو الحمد لله تعودنا ان احنا بنستقبل كل المعاب نفيش مفيش عندنا تمييز ولا حد افريكي ولا حد عارف لا كلنا بنستقبل الوافدين عموما وبنحاول نوصلهم قادر من الاهتمام وما يكونش فيه فرق بينه وبن اي مواطن فالحمد لله يعني دي دي حاجة كويسة ان احنا الحمد لله كل مرة بنلاقي فيه عندنا زيادة في الاعداد دي عشان الحمد لله كل سبل الرعيب اللي هو عندنا ويمكن ده دكتور هند بيتتصق مع السياسات المصرية الرشيدة في التعامل مع الملفات زي ملف اللاجئين زي الملف الافريقي واحنا بنشوف مصر تعود لاحضان افريقيا وتعود للرياضة الافريقية ويمكن شوفنا اشادات يعني عدة من الشباب الافريقي المشارك في متدادة الشباب العالم ايو هو دلوقتي يعني احنا في افريقيا فإحنا لما كناش نهتم بالدول الافريقية معنا هنهتم بمين يعني اه احنا بنهتم بالدول العالم كلها لكن قارة افريقيا ذاتها طبيعة خاصة ايضا خاصة ان احنا فيه بيننا اشتراكات في حاجات كتير في موارد كتير فلازم يبقى فيه طبعا توزيع عادل في بعض الموارد فيه زي مبارح كان مثلا معاني السفير كان بيتكلم احمد عبل طيف لما كان بيتكلم على دور مصر فيه موضوع نزاعة القصة بافريقيا كانتكلم على السومال فبالتالي احنا مصر لازم بيبقى لها دور ريادي عموما في القارة الافريقية وتدخل فيه الاضائي اللي هي تلمس معنا فيه الجانب السياسي طيب ده عظيم احنا بعزين انتوا كده خلصتوا الجلسات والنهارده فيه ايه النهارده عندنا الجلسة الكتامية الجلسة الختمية ان شاء الله بالتوصيات بحفل الختمية بس اعتقد ان انتوا كده هيتم اعلانها ان شاء الله النهار ان شاء الله طبعا بكل تأكيد بس اعتقد انتوا خلاص بقى ترتاحوا والله هو اول حاجة عملتها غيرت التسكرة عشان روح بقى خلصت الشغل الحمد لله دي اهم حاجة يعني والدتي وحشتني والدي وحشني اخوتي فالهو خلاص انا خلصت الترجط بتاعي والحمد لله انا اول ما جنشفت بحر قلت ده بحر يعني خلاص ما احنا كان بيجعلنا ايام حقيق بجد هو بحر او بس انتوا منزلتوش احنا ما رحناش اه يعني احنا شيفينه قادلوقتي احنا ما رحناش بس وهو ده اللي احنا بنأكد عليه انه احنا الناس موجودة في شرم الشيخ موجودة شغل اه بنتمتع طبعا وبنستمتع بالجو الرائع ومحظوظين الحقيقة بجو شرم الشيخ ومحظوظين بالفيو من حوالينا في كل مكان لكن مسألة الشباب بيشتغلوا الصراحة ما بيناموش يعني انا فعلا حتى التنصيق انه تخلوا كل مديرين الجلسات مع المتحدين موجودين كلهم في فندق واحد علشان تقريبا كنا بنجتمع كل ساعتين تمام نجتمع ففعلا انا شرتش عارف اه ما كنتش عارفة الناس فعلا بتنام امتى احنا كان بيعد علينا ايام يعني يعلم ربنا بجد يعني هو ممكن ننام ساعة او ساعتين وساعة بننسى الاكل وبننسى الشرب بننسى كل حي احنا عايزين نخلص في حاجة اصلي يا حضرات بي تتكلم على اي ده حدث دولي ده مصر فانتي بتتعاملي اللي هو دي صورة البلد في اي غلطة دي صورة البلد فبالتالي احنا كنا كلنا غالبيتنا الحمد لله زي ما قلت الحضرات بي تتعاملي بالشغف الشغف لما بيبقى معاك في الشغل انت بتشتغلي حب تشتغلي تقضية واجب والنسخة دي كمان كان فيها تحدي كبير بالنسبة لكم جميعا جدا 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 يعني اوه احنا اشتغلنا قبلها بفترة لكن ده ما يمنعش ان كان طبعا كل يوم فيه فيه ظروف استثنائية بتتم فيه يعني تغيرات ممكن تطرق في لحظات طوارئ بس الحمد لله قدرنا ادارنا نعادي ادارنا نطلع المنتدى بصورته زي ما انتم يعني مثلا بيحدث في بعض الجلسات انه يتعثر مثلا اه وصول احد المتحدثين مثلا لأي سبب من الاسباب معظمها بتكون اسباب شخصية تتعامله مع المواقف الطارئ والله بوسي خلينا نقول دي ما حصلتش يعني دي احنا ما شوفنا هاش بس اتليست لو فيه حد تعزر وصوله للمنتدى كان بيخش فيرشوال يعني هو فيه فيه مسلا كان معنا حالات بارح بس من بلدهم فخلاص كانوا جايين لا لا تعزر فخلاص داخروا فيرشوال فبرضو ما منعناش ان حد يبقى موجود والحمد لله يعني اه ما هو ده لنا قصوده فعلا لان احنا قدرنا تثبت ان احنا عندنا بنية اه اساسية كانت كويسة جدا 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 الكنيكشنز طبعا والتكنولوجيا كانت الحمد لله يعني وعندنا كمان شباب رائع زي كهندو وزي زمالاتك حيالك مبنون كل الشكر على التنظيم وعلى الادارة سواء بالنسبة للتنسيق من اول المطار لحد يعني من اول وصول الناس للمطار لحد مغادرة الناس كمان وصولهم لبيوتهم بنشكور كنت قمتوا بعمل مؤسسي عمل بتقوم بي شركات كديرة بتجاهش تترزف عارف انت التيم وورك لما بيبقى خلاص كل واحد عارف وبيعمل ايه فكلنا نبدو مع مع بعض وبنستغل التخصص كل واحد خليجي الهندسة بنستغله في المكان بتاعه وخارجي الطب بنستغله بنوظف الناس يعني انا مش دكتورة طبعا ما رأيك بنوظف الناس كل واحد بيتم توظيفه في المكان المناسب دي احنا بنشكورك طبعا شرفتين ونورتين مرسي مرسي محمد ربا متظرين منكم المزيد الحقيقة يا هند كل سنة ان شاء الله السنة اللي قبلها بنكون متظرين المزيد والجديد في متدارة شباب العالم هو فعلا السنة دي كانت اقوى السنة من السنوات اللي فاتت وان شاء الله اللي جاي برضو هيبقى كل المؤسسات الدولية الحقيقة وكل الصحافة الدولية بتشيد بنجاح منتدى شباب العالم في النسخات الرابعة هند خيري مشكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة شكرا 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 نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع من بعد ونكمل باقي فقراتنا خليكوا دايما مستنيين